موسيقى أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل أيام خلال يوم ثلاثة الماضية خلال أسبوع الماضية وبالتحديد ما يعرف بوزير التعليم العالي هي تصريحات إلى كثيرة لكن من ضمن هذه التصريحات قال أنه في العام 2030 يعني بعد سس سنوات ومن الآن نحسبها يعني خمس سنوات لأنه يتكلم عن عدد الطلاب الذين يقبلون في الجامعات في عام 2030 إحنا الآن في عام 2024 بعد سس سنوات وسنة الأخيرة لا تحسب لأنها سنة الدخول إلى الجامعة تكون فإحنا عندنا خمس سنوات أمامنا خمس سنوات في حسابات الدول وحسابات الحياة لا تساوي شيئا ركض هذه غمض فتح مثل ما يقول العراقي وسط الخمس سنوات يقول خلال في العام 2030 ستستقبل وزارة التعليم مليون طالب جامعي هو يبشرنا بهذا الإنجاز الرحيب هو لا يعرف أن هذا الرقم صادم للعراقيين في بلد ما بي خطط تنمية ما يعرف رايح وين تجاهاته ما يعرفها بوصلتها مفقودة فوضى عارمة في كل مكان التعليم الابتدائي والثانوي من أسوأ ما يمكن التعليم الجامعي والتعليم بشكل عام خارج قوائم التصنيف العالمية كلها وكل المنظمات وآخرها في دافوس يقولون أنه لا تعليم في العراق لا يوجد تعليم في العراق بعد أن كان العراق مضرب للأمثال وتجي الدنيا يجي الطلاب من كل الدنيا هيتدرسون في جامعاته وحتى في مدارسه الآن أسوأ مدارس وأسوأ جامعات هذا وقع الحال وربما تحدثنا في حلقة سابقة عن عدد العطل إذا نعطل خمسة شهر بالسنة مناسبات وغير مناسبات رسمية وغير رسمية ويومية مناسبة دينية ومناسبة معرفة منية ووطنية وذكرى مدري في منهم طيب ما احترامنا لكل لكل الرموز وكل الأشياء التي تقولونها لكن هل يعقل أنه بلد يعطل هل يعني من 48 اسبوع يعطل 20 اسبوع 48 اسبوع في السنة يعطل 20 اسبوع عموما هذا جزء من قيمة التعليم في العراق لا مناهج لا مدار ومنتهي القضية طيب نحن مثل ما قلنا الآن في عام في عام 2024 بعد خمس سنوات يدخلون السنة 2030 يجب أن يدخلون مليون طالب نحن لدينا الآن سنوية ندخلون إلى سوق العمل 800 ألف عراقي الآن وربما أكبر العدد نقف عدة هذا الرقم 800 ألف من ضمن ذولا 800 ألف على الأقل 450 ألف طالب خريج ثانوية وخريج خريج جامعة طيب عندما يكون لدينا مليون طالب يدخلون ويتخرجون ذولا أربع سنوات ومعرفوا ش قد ويدخلون يجب أن يكون هو القبول بالمدارس أيضا عالي جدا ويدخلون لك فأنت لديك طابور البطالة وذولا 800 ألف من يتحدث عنهم وين يودهم؟ عندك 12 مليون موظف 10 ملايين إلى 12 مليون موظف من 10 إلى 12 مليون موظف وين يودهم؟ ورئيس الوزراء وصل إلى حالة قال نحن لا نستطيع نعين أحد لأنها مهزلة لا يوجد دولة في الدنيا وين يودهم؟ وبالتالي أين يودهم؟ والبنك الدول يقولون أنهم قللوا من التوظيف لا أعدكم صناعة لا أعدكم زراعة لا أعدكم تجارة لا أعدكم خطط تنموية وين تودهم ذولا؟ وشنو الاختصاصات التي يدرسوها ذولا مليون طالب شنو الاختصاصات؟ وش تفيد العراق لا أعدكم يقولون أنهم سنقوم بعمل مفاعل لا أعدكم ذلك لا أعدكم ذلك يعني أن العراق يعمل بالذرة ويعمل أنت الآن خريجي كليات اللي تتعينوهم أنتوا تقولون خريج كليات كلهم موظفين يشتغل 11 دقيقة باليوم ماذا قدر يشتغل هذا؟ الصرفيات بهذا الشكل واردة وأنتوا تحتمدون على سلعة سلعة غير مضمونة هي النفط السلعة هذه في أي وقت ينكسر سعرها وتصل إلى مبلغ معين يباع بها ولا تستطيعون حتى توفير الرواتب والآن ديون الله أعلم ديون العراق شكيد لأن هناك خلل كبير هناك عجز كبير بين الواردات والمصروفات هناك فرق كبير وارداتنا الشكل ومصروفاتنا الشكل فسادنا الشكل يحتاج مبلغ عالي ووارداتنا الشكل سألتدون ماذا سألتدون؟ هذه الجامعة تلمن وما نفعل بها؟ في العالم المتقدم يعني يخطو للتقدم يحسبون كل شي حساب بعد ثلاثين سنة نحتاج طبيب ومهندس بعد أربعين سنة نحتاج فني ومساعة نحتاج عامي نحتاج علامي نحتاج مصور شعاعي نحتاج لهم. هذه هي ما تحسب لهم. اما انت تجد تقول لي تبشرنا على اساس مليون طالب رح يدخلون بالالفين وثلاثين. ما هذا المنطق? وين رح تودون العالم? وبالتالي شلون رح يصر العراق? يعني شيني الخبرات العلمية ذول اللي كسبوها? ميلكم انتوا اساتذة بهذه الطريقة وميلكم جامعات رصينة. والله سووا مؤاخات مع الجامعات الاسترالية والمدرمنية والجامعات الاهلية عندكم صارت. وهذا واقع الحال. وما حد يقدر ينكرر. والحكومة نفسه تتحدث عنه. مشروع استثماري. ناس اميين بس عنده فلوس يفتح جامعة. وتوافق له وزارة التعليم العالي ووافق له الوزير. فتحوهم كليات للطيب وغير الكليات والطيب. كليات الطيب يجب ان يكون لكل كليات الطيب مستشفى تعليمي. بس يفتحوها لمستشفى تعليمي. انه مستشفيات ما عندنا. انه مستشفى تعليمي. وخلاص. وتخرج بعد كم سنة. طبيبي يسموه. ويموت له شم واحد. وهذه كارثة كبيرة. ماذا تفعلون من الخريجين به. يجب ان تكون لدينا خطط تنموية. البلد اللي يقول انا. والحكومة اللي تقول انا دانهض بالبلد. والاعلام اللي يطاب للحكومة يقول ان الحكومة غير شكل وغضعية وتعالوا شدور العراق وشوفوا. يجب ان يقول لنا. وين خطط التنمية. اش داي سوي بعد عشر سنين. اش رح يسوي بعد خمس سنين بعض سنتين ثلاثة. مصانعنا شنية. انتاجنا شنوة. شو رح يننافس بالسوق. شو رح ينقلل من مصروفات. شو رح ينقلل من اعتمادنا على النفوط. والزراعة. زراعة سنوية. مئة الف دونم يخرجون خارج. 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 الاراضي الصالحة للزراعة. تصير مالحة. وحسبها الاحساب كل هذه السنوات. الان تقلصت مساحة الارض. وقال لها ان اكثر من مرضى. الان لو يعني يعني تتوفر فرصة لأي واحد من عندنا. ان يركب طائرة ويكون فوق دجلة وفرات. سيجد انه يعني اكتاف النهر فقط. قليل من اكتاف النهر هي خضرة. والباقي كلها صحراء. تحول العراق الى صحراء. بعد ان كان بلد زراعي. والعراق. مو النفوط هو اساسه. الزراعة اساسه. ببلد زراعي هو. لكن دمرت الزراعة. انت وغيركم دمرتوا للزراعة. انت ها الموضوع. والان تستوردون من ايران كل شيء. نستورد البصل والطماطئ وكل شيء نستورده. واذا عندنا فلاح ينتج فيما يقدر ينزل الانتاج. لان محد يحميه. ينتج الطماطئ. خنفتر ضم 100 دينار. وبس وقت انباع 20 دينار ايرانية. المستهلك المشتري وان يروح 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 يشتري اليرانية. وهذه بضاعتها يذبها. تخرب ويذبها. والسنة الموسم الاخر ما يزرع. ويقعد عاطل وبعدين ورا فترة يندان يجي للمدينة المدن. يشتغل عمالة بالمدن. اذا اقو عمالة. لو يصير ميليشيات. هذا وقع الحال. لذلك اضخمت الوظائف بهذا الشكل. اضخمت المدن. ولا مدينة مثل بغداد. مهيئة او مصممة لسكن من اثنين ونص الى ثلاثة ونص اقصى شيء مواطن. الان بيها 12-13 مليون. ثلاثة ارباحة عشوائيات. هذي من اللي يوصلها لهذا الحال. فليقول لنا اذا اصلح حكومة مصلحة عليها يعني ليكذب اكثر. ولا يتمادى اكثر. لان الناس موم غمضة. والناس تعرف وتفهم. وما عاد زمن الغشاوة والظلم وما يدري شكه ما اكلها العالم. وفتحها مثل ما يقولون العراقيين. البغداد يقولون ان يفتح باللبن. العراقيين يفتحين ويعرفون يقرون. وهذا الشعب العراقي هي شعب بديع وراع. وعقله يشتغل 24 ساعة ويعرف كل ما يصير. فهذا واقع الحال. فمن يتحدث عن هلقها الزيادة بالطلاب. وهلق عليها ان يقول لنا. شين سويب هاي الزيادة ولوش هاي الزيادة. وراح نوظفهم وراح نخليهم وشقد البطالة راح اصير عندنا. وقت هذه الحلقة قد انتهى اعزائي المشاهدين. اشكركم. اشكركم. شكرا جزيلا. والتقيكم في حلقة اخرى. الى ذلك الحين استودعكم الله. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة